في كلية دولاسال الفرير رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين في قصر الثقافة بعمان حفلة تخريج الفوج السابع والستين من طلبة الثانوية العام من نظام الوطني وعددهم سبعة وتسعون طالبا وطالبة وبعد دخول موكب الخريجين ألقى المرشد الروحي للفرير الأخ الراهب فاد سفير كلمة ترحبية أعقبها كلمة لمدير عام الكلية الدكتورة رائدة قصدر رحبت من خلالها بسمو الأمير فيصل والضيوف الكرام وفي نهاية الحفل إذا اجتمل على كلمات للخريجين ووصلات غنائية قدمتها جوقة الكلية وزع سمو رعي الحفل الشهادات على خريجي المدرسة ويذكر أن الكليات تقدم للطلبة برامج تعليمية متميزة وذلك لرفض الوطن بقوافلة من الطلبة المبدعين في عمل فني يهدف إلى هزيمة الباطل وعودة الحق إلى أصحابه أقامت كلية تيرسانتا بعمان حفلة السنوي والذي جاء هذا العام بعنوان الحق يعلو وهي من أداء وتقديم طلبة الكلية وقد استمد هذا العمل من خلال حكايات وقصص رفضت الظلمة والاحتلالة ودعت إلى الحرية والعدالة وقد رعت الحفلة الذي أقيم على مسرح الكلية السيدة لينة تل مدير عام المركز الوطني للثقافة والفنون وقدس الأب رشيد مستريح مدير عام كلية تيرسانتا بحضور عدد من الكهنة والأخوات الراهبات وأولياء الأمور وأصدقاء الكلية وقد تزين العمل برقصات متنوعة اجتملت على أنواع الرقص العالمية المختلفة والرقص الشركسي والدبكة الأردنية وباقة من أجمل الأغنيات الوطنية وفي ختام الحفلة ألقى قدس الأب رشيد مستريح كلمة عبر فيها عن مدى فخره واعتزازه بمسيرة الكلية التعليمية والتربوية احتفلت روضة راهبات الوردية في مرج الحمام باليوبي للفضي لتأسيس روضة المدرسة حيث أقامت بهذه المناسبة حفلا رعته النائب الأقليمي للرهبنة الأخت مدلين دبابنة بمشاركة مديرة المدرسة الأخت كلارا المعشر ومديرة الروضة الأخت جوزفين وعدد من راهبات الوردية كما حضرت الاحتفال الدكتورة باسم السمعان المديرة الأقليمية لفضائية نورسات في الأردن وفلسطين وعدد كبير من أهالي الطلبة ابتدى الحفل بالسلام الملكي تلاه كلمة ترحيبية بالحضور ثم كلمة الإدارة وعقبها رقصات إيقاعية وفقرات فنية وموسيقية وأوبريت كما عرض فيديو عن رسالة وحياة الرهبات وعرض آخر بعنوان مرج الحمام رمزا ومكانة واختتم الاحتفال بتقديم شكر للعائلة التربوية في أسرة راهبات الوردية كان اليوم احتفالنا بيوبيل مدرسة صارت عمرها وتأسست في مرج الحمام 25 سنة بأطفال وأجيال تخرجت منها المدرسة وكانت فخر واحتزاز لنا فكرنا أن نجسد شوي عن تاريخ المدرسة بتأسيسها بالأردن وبالمنطقة اللي كانوا فيها ويعني المعلمات كتير تعبوا معهم أنهم أبدعوا بهالفقرات اللي حصلت اليوم ونتمنى للجميع الصحة والعافية والشكر للجميع بتوقع سر نجاح المدرسة كان منطلق من المحبة اللي كانت موجودة السعي نحو السلام الانتماء للمجتمع الأردني والإصرار على إثبات الوجود سواء محليا أو عالميا بس هذا ما بيصير كله بفريق مدرسي وبإدارة هو بيصير بمسير كل أفراد الفريق خلينا نقول من معلمين من كادر إداري من أبناء الوردية كطلبة من وعي وتعاون أولياء أمور ومشاركتهم للرسالة اللي بتساعد إدارة المدرسة وكادرها للوصول يمكن لأهم الأماكن